بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أشكر أخواني في السلطة الرابعة على المتابعة والدعم الكريمين لأداء المجلس والرقابة أيضا على أداء المجلس وقد توجهت بالرسالة لتورد ضمن الرسائل الوالدة إن شاء الله في جلسة الثلاثاء السبعة مارس المقبلة تتعلق في مشكلة نعاني منها جميعا وهي قضية الازدحام المروري هذه القضية بالحقيقة التي تكلف الدولة سنويا أربع مليارات دولار أمريكي سنويا في الكويت فقط طبعا تكلفة تشمل الحوادث والوقت الضائع واستهلاك الطاقة والضوضاء والتلوث البيئي فوفقا للدراسات الرسمية هناك تكلفة سنوية باهظة للازدحام المروري بجانب آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة حيث أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة عالميا على نسبة بالحقيقة المركبات إلى الطرق بالنسبة لعدد المركبات لكل كيلومتر واحد من الطرق فهناك أزمة حقيقية وشوارعنا بحسب الأحصائلات الرسمية بالحقيقة قد تجاوزت 85% من طاقتها الاستيعابية والتصميمية وزارة الأشغال تؤكد أن طاقة شوارعنا هي تتسع ل900 ألف مركبة فقط والموجود في شوارعنا هو مليون و600 ألف مركبة إذن نعاني بالحقيقة ليس من إحساس أو انطباع فردي الازدحام المروري ولكن هي بالفعل مشكلة حقيقية وما يزيد الطيم بلة بالحقيقة في مشكلة الازدحام هو غياب منظومة النقل الجماعي وأي حلول بالحقيقة مبتكرة تخفف حتى عن الوافدين والسياح والزائرين أعباء الازدحام المروري وآثاره المدمرة بالحقيقة على يومياتنا وعلى رؤية الحكومة بيجعل الكويت مركز مالي واستثماري عالمي فلذلك تقدمت برسالة مع زملائي الدكتور جمعان الحربش والمهندس عبدالله فهاد لعنزي والمحامي محمد الدلال والأستاذ عبدالوهاب البابطين ومحدثكم أسامة الشاهين لتكليف لجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام ووضع حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لهذه القضية ورفع التوصيات والتقرير متكاملا في شهر مايو إن شاء الله المقبل للمجلس حتى تأخذ مسارها في التنفيذ والعناية ويلتقون مع كل مسؤول يتطلب بالحقيقة أداء أعمالهم كلجنة مرافق بالحقيقة القيام فيه والتقاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه القضية التي تهدد المسارات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية بشكل عام في بلدنا الحبيب من جانب آخر أود أن أستثمر هذه المناسبة للتأكيد على أن كل الأولويات التي خذنا خلالها العملية الانتخابية وانتخبنا من المواطنين بناء عليها وهي ما يتعلق بالجانب التعسفي والجانب التقشفي الجانب التعسفي يقصد فيه الحريات العامة حق المواطنة الجنسيات الحبس الاحتياطي كل هذه القضايا بالحقيقة قد أخذت مسارها التشريعي وكذلك بالجانب التقشفي وأقصد به الكهرباء والماء والبنزين والضرائب المباشرة وغير مباشرة والغاء الدعوم والوثيقة الاقتصادية برمتها كلها قد أخذت مسارها منذ الجلسة البرلمانية الأولى بعد الجلسة البروتوكولية الافتتاحية وهناك كما نعرف جميعا دورة تشريعية مستندية بالحقيقة داخل مجلس الأمة تتعلق بالصياغة التشريعية ثم اللجنة التشريعية ثم رأي الحكومة ثم اللجنة المختصة سواء كانت مالية أو داخلية أو دفاع ثم يدرج على جدول أعمال مجلس الأمة ولله الحمد هذه الأولويات إن شاء الله كما عرفنا جميعا وكما ساهمت مع أخواني في لجنة الأولويات أدرجت على جلسات سبعة ثلاثة وثمانية ثلاثة المقبلة وجلسة أربعة عشر ثلاثة وخمستعشر ثلاثة التي تليها بأسبوع مباشرة فهذه جلسات بالحقيقة سبعة وثمانية أربعة عشر وخمستعشر أنا أعتبرها جلسات حاسمة بالنسبة للأولويات التشريعية فلذلك هي رسالتي للرأي العام وللمواطنين المهتمين بهذه الأولويات الحقيقية التي تشغل بالنا لمتابعة هذه الجلسات عن كثب ومتابعة أداء الزملاء النواب أيضا عن كثب في هذه الجلسات فالتغيب في هذه الجلسات من وجهة نظري غير مقبول وأيضا المماطلة وطرح الحجج لتأجيل هذا الموضوع غير مقبول والمزايدة لفرقشة مثل هذه الأمور أو إفساد مثل هذه التشريعات عن تأخذ مجراها السليم أيضا غير مقبول فأسأل الله سبحانه تعالى أن يكون إنجاز تشريعي في أيام سبعة وثمانية أربعة عشر وخمستعشر مارس المقبلين حتى بالحقيقة نكون قد تقدمنا خطوات ملموسة في برنامجنا لا أقول الانتخابي بل برنامجنا الوطني الذي عاهدنا المواطنين عليه ونسعى لتطبيقه بكل ما أتينا من قوة طبعا أنوه بأننا قد نشكل ربما نصف الخمسين نائب منتخب تقريبا والعدد يتأرجح زيادة ونقصانا ولكننا عندما نأتي للتشريعات فإننا لا نمثل إلى ثلث العدد فنحن نتكلم عن عشرين إلى خمسة وعشرين من أصل خمسة وستين مشرع في هذا المجلس يصوت على القوانين فهي مسألة بالحقيقة محتاجة تماسك كبير وأيضا محتاجة تعاون من الجميع لتحقيق هذه الأولويات التشريعية التي تواجه حملة التقشف وحملة التعسف التي بالحقيقة داهمت الوطن والمواطنين في السنوات الثلاثة السابقة وأظنها إن شاء الله أيام ذهبت بلا عودة بإذن الله سبحانه وتعالى ثم بتكاتف وتعاون المخلصين من أبناء الشعب الكويتي وشكرا لكم شكرا لكم